وفي محافظة البحر الأحمر تتواصل لليوم الثاني فعاليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمروين التابعة لإدارة القصيرة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لـ 222 حالة بمختلف تخصصات طبية على مدار يومين منها إجراءوا 42 فحصا معمليا و27 فحصا بالأشعة والصنار إضافة إلى 37 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة